موسيقى موسيقى السلام عليكم مشاهدي الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأجندة اليوم هو العاشر من شهر فبراير للعام 2018 واليوم هو اليوم الذي يسبق الذكرى السابعة لثورة الحادي عشر من فبراير ربيعنا اليمني العظيم العظيم بفكرته وتضحياته ودلالاته حتى لو لم يثمر حتى الآن ولا يعيب الربيع أو ولا يعيب الربيع أن يعقبه الصيف والشتاء فتلك طبائع الأشياء في كل ذكرى كادما للثورة لثورة فبراير سنظل نذكر بها وبأمجادها وبأخواتها العربيات في ربيع العرب العظيم ولو كره الكافرون الكافرون بالإنسان وحقوقه وتضحياته وحقائق الواقع والتاريخ الكافرون بحرية الإنسان وكرامته وحقه في العيش الكريم القانعون من العيش بما يجود به الحاكم المستبد الفاسد من فتاته وسنظل أيضا لعقود قادمة نطرح أسئلة الثورة ونجيب عنها هل كانت الثورة طرفاً أم ضرورة؟ هل هي مسؤولة عن الخراب والحروب الأهلية التي شهدها الشرق الأوسط بعد ذلك أم لا؟ لماذا حاولت الثورة المضادة إجهاضها؟ من المستفيد؟ وما مستقبل الربيع العربي والعرب في ظل هذه الممانعة الشديدة من قبل الثورة المضادة للتغيير من قبل القوى المحلية والإقليمية والدولية الرافضة للتغيير هذه الأسئلة وشبيهاتها ستكون أيضاً محل النقاش في هذه الحلقة كونوا معنا محل النقاش في القناة قالوا إنه مؤامرة غربية لتفكيك الدول العربية وقالوا إنه مسؤول عن كل الخراب والكتل والتمزيق الذي لحق المجتمعات العربية اليوم وقالوا إنه لم يكن ربيعاً عربياً بل ربيعاً عبرياً وسيظل خصوم الربيع العربي يقولون ويقولون ويجادلون وهم على جثة المنطق واكفون ولن يغير ذلك من الأمر شيئاً لأننا نعرف السبب النفسي الذي يدفعهم إلى هذه المغالطة إنه الشعور بالإث الشعور بالإث لوقوفهم بجانب الباطل الشعور بالخزي لأنهم لم يثوروا لكرامتهم وحريتهم كما ثار إخوانهم الشعور بالدونية لأنهم لم يقدموا أي تضحية في سبيل وطنهم كما كدم غيرهم مع أنهم يقدمون أنفسهم في الصفوف الأولى من الوطنية وفي امتصاص خيرات الوطن أما الأميون منهم والبسطاء فلا لوم عليهم إن كفروا بالثورة لأن الأعمى لا يستطيع أن يرى النور هؤلاء البسطاء هم الذين عاتبوا موسى ذات يوم ولا موه بعد أن حررهم من فرعون وقومه بحجة أن عملية التحرير هذه كلفتهم الكثير قالوا لموسى في القرآن أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا يعني بسببك وقالوا في التوراة يخاطبونه هو وأخيه هارون ليتنامتنا بيد الرب في مصر بين قوسين صلى الله على فرعون فهناك كنا نجلس عندك دور اللحم ونأكل من الطعام حتى نشبع حتى نشبع على رأي أصحابنا عد كان نحص الرواتب أيام علي عبد الله صلى فلماذا أخرجتمانا إلى هذه البرية يخاطبوا موسى وهارون لماذا أخرجتمانا إلى هذه البرية إلى هذه الصحراء لتميت هذا الجمع كله بالجوع هكذا خاطبوا في التوراة لماذا أخرجتموا اليمنيين من حالة الاستقرار والنعيم إلى جحيم الثورة هذا هو منطق العبيد في كل وقت فأنه إسرائيل كانوا عبيد في مصر فتشكلت لديهم سيكولوجية العبيد ثقافة العبيد سيكولوجية يعني النفسية هذه بكل خصائصها من خصائص النفسية العبودية اللوم الضحية وتبرئة الجلاد والانتهازية وعدم الصبر والمجالدة على يعني الوصول إلى الهدف والغاية لا يفكرون في الكرامة ولا يرغبون في دفع ثمانها هذه من خصائص العبودية أيضا يقنعون بالكراث والبصالة الذي اعتادوا عليه في مصر ويرفضون المن والسلوى في صحراء سيناء لأنهم لم يعتادوا عليها التاريخ يعيد نفسه التاريخ يعيد نفسه والإنسان هو الإنسان كلما تغير ظل على ما هو عليه كما يقول المثل الفرنسي ومع ذلك فقد جاءت من بعدهم أجيال من مني إسرائيل عرفت قدر موسى وعظمت الملحمة التي صنعها لقومه وأصبح عندهم أعظم الأنبياء على الإطلاق وإذا تأملنا قصة موسى وقومه في القرآن وهي قصة القائد الحر الذي يريد تحرير قومه من سلطة من سلطة النظام الفاسد المستبد إذا تأملناها سنجد أشياء كثيرا لافتة منها تلك العقوبة القاسية التي حكم الله بها على بني إسرائيل لما أفرطوا في العناد والكفر بالحق والاستهتار به لما أفرطوا وعاندوا كما عاند قومنا تجاه ثورات الربيع العربي ما الذي حدث؟ حكم على المخطئين منهم بالقتل قال فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم الصالح منكم يقتل المخطئ عقوبة قاسية تستحقها هذه النوعية من الناس أصحاب السيكولوجية العنيدة المريضة التي لا تعترف بحق وتكفر بالشمس في وضح النهار كانوا عارفين أنه نحن نقوم طغيان واستبداد وفساد وانحلال في الدولة لكن إصرار عجيب على اتهام الثورة والثوار بأنهم هم المخطئون ولعل هذا الحكم هو الذي وقع علينا اليوم بعد أن كفرنا بحق الحرية والكرامة لبعضنا اليوم اليمني يقتل أخي والسوري يقتل أخي والليبي يقتل أخي وكأنهم يطبقون بصورة قدرية حكم الله في بني إسرائيل فاقتلوا أنفسكم ما دمتم كابرتم وأصرارتم على الباطل باطل الاستفاف مع الذين ظلموا مع أن الله حرم الجدل عن الذين ظلموا ومناصرتهم والمخاصة من لهم عدم الاعتراف بحقوق إخوانهم في الوطن والدين والثقافة ربما هذا هو والحقوق المدنية والسياسية لعل هذا هو الذي جعل الأقدار تحكم على العرب المعاصرين كما حكمت على يهود بني إسرائيل ذات يوم لما عاندوا واستكبروا على الحكائق الواضحة البينة الربيع العربي لم يكن مؤامرة غربية كما يزعمون بدليل بسيط هو أن الغرب لم يكن بحاجة إلى أن يتآمر على العرب العرب يتآمرون على أنفسهم لا يحتاج أحد يتآمر عليهم لكن الغرب ما يحتاج إلى التآمر علينا مادام حكامنا طغاة مستبدون فاسدون النظام الفاسد والحاكم الطاغية هو أنجع خطة لتدمير المجتمعات والتآمر عليها إذا أحد يشتيه تآمر عليك يحط لك حاكم فاسد بس ما يحتاج أكثر من كذا حكومة مستبدة فاسدة هذا هو منطق العلم والمعرفة منطق العلم والمعرفة يقول ذلك هذا هو المنطق الذي نتحدى أن ينكره أحد نتحدى أن يأتي أحدهم بدليل علمي يقول أن الاستبداد والفساد ينفع المجتمعات ولا يضرها نتحدى أن ينكر أحدهم بالدليل العلمي حقيقة أن الاستبداد هو أعظم خطر وأخطر مؤامرة تتهدد المجتمعات وتضعفها وأخيرا نتحدى أن ينكروا فساد وتغيان الأنظمة التي ثرنا عليها فإذا كانت هذه أنظمة فاسدة وحكام طواغيت وكان الاستبداد والفساد هو أنجح خطة لتدمير المجتمعات فلماذا يتآمرون علينا هكذا يقول خبراء الدول والحضارات الاستبداد هو أخطر ما يصيب الأمم من داء إذن إذا صح هذا الكلام لا معنى أبداً لعبارة ثورات الربيع العربي كانت مؤامرة غربية ما يحتاجوا يتآمروا يكفي أن يحط على رأس دولتك واحد مثل علي عبدالله الصالح يجيبك أرض أرض فما بالك والناس جميعاً يعرفون أن بعض هؤلاء الذين ثرنا عليهم كانوا عملاء ممتازين للغرب وأمريكا هذو الذين ثرنا عليهم كانوا عملاء معظمهم كان علي عبدالله الصالح مثلاً يسمح للطائرات الأمريكية بكصف المواطنين اليمنيين على الأراضي اليمنية ويقول طائرات تأتي شو نعمل لها وكان اتفاقات سرية كثيرة مع الأمريكا كانت أمريكا تسرح وتمرح في كامل الوطن العربي بطائراتها وبأجهزة مخابراتها إذا لم يتسنى للطائرات دون أن يزعجها أحد في معظم البلدان حتى لا نبالل فلماذا يتآمرون على الحكام اللطفاء الكيوتين هؤلاء ما حاجتهم إلى مؤامرة ألم يكن الأمريكان هم الذين يدربون الحرس الجمهوري في اليمن أو بعض قوات الحرس الجمهوري تعديدا قوات مكافحة الإرهاب ألم يكن الأمريكان هم الذين يسلحونها تسليحا نوعيا خاصا ويعدونها قوات أمريكية لمكافحة الإرهاب ألم يقول علي عبدالله الصالح بعظمة لسانه أن الأمريكان منعوه من استخدام بعض الأسلحة التي مع الحرس الجمهوري أو مع قوات مكافحة الإرهاب في معركة مع الحوثيين المعركة المسرحية المعروفة هذه إذن لماذا يتآمرون عليه ألم يكن صديقا جيدا لنظام أبوظبي وما زال نظام أبوظبي الذي يعد بمثابة إسرائيل الثانية عند أمريكا إذن لماذا يتآمرون عليه الأمريكا يعني في صنعب يقولوا إذا كان عادة الجنان يشتيع أكل الأمور واضحة والقراءة واضحة والدلائل واضحة والاستفافات واضحة تعالوا نسمع إلى علي صالح وهو يقول أن أمريكا منعته من استخدام بعض الأسلحة ضد الحوثيين ونسأل أنفسنا هل تضحي أمريكا بحاكم طايع مثل هذا إلا إذا كان بتلعب لعبة الحصان الرابح أو الخاسر فضل لكن لا يجوزل مننا أن يمنوا علينا أنوا معالجونا نتحالف معهم مع الغلط نحن رفضنا أن نتحالف مع الغلط ولو نتحالف معهم ضد الحوثيين على الرغم من أنه حصل خلاف بيننا وبين الحوثيين لما تحدثنا مع الأمريكا أنه إحنا نتقاتل مع أنصار الله الحوثيين في صحة قالوا هذا رأي هذا رأي خصهم ما بش مشكلة كان عندنا آليات الجيش أمريكية كانت تتحرك إلى صاطق قالوا لا وقفوا الآليات الأمريكية لا تتحرك على صاطق طيب واليوم أنتوا تتحالفوا مع السعودية مع الوهابيين وتضربوا الشعب الإيمني ليش أمريكا كانت ترى علي صالح حصانا رابحا في المنطقة كانت تتعامل مع هكذا وربما كانت تهيئا للقيام بدور في مشروع تفتيت المملكة العربية السعودية بمساعدة الإمارات ويبدو أن هذا هو الرابط المشترك بينه وبين الإمارات الذي جعله محبوب لديها ولعل هذا هو سر إصرار النظام السعودي في الآونة الأخيرة على استبعاده من المشهد وإصرار الإمارات على إبقائه كانوا السعودين أدركوا دور علي عبدالله صالح لكن قد يسألوا البعض إذا كانت أمريكا ترى صالح حصانا رابحا كما تقول فلماذا تخلت عنه في الأخير والجواب ببساطة أن أمريكا تريد حصانا حقيقيا كويا قادرا على حمل الرسالة صاح التعبير أما الحصان الضعيف العب فتتركه لمصيرة عادة أصحاب الخيول يقولون إذا انكسرت رجل الحصان يطلقوا عليه النار لأنه أصبح عب أمريكا أعطت علي صالح فرصة واثنتين وثلاث للتخلص من ثورة فبراير وثوار فبراير لكنه فشل شفنا كيف فشل في الحصبة وكيف فشل في عمران وكيف فشل في غيرها فشل لما أدرك الأمريكان أن علي صالح ريهان خاسر وعب ثقيل كرروا ترك المصيرة وبدأوا في البحث عن حصان بديل ينفذ نفس الأجندة القديمة يساعد على تحقيق أجندتهم وأجندة أمريكا في المنطقة ببساطة هي مكافحة الإسلام العنيف وصناعة شرق أوسط جديد تحكمه إسرائيل وهذا لابد أن يمر عبر تكسيم المملكة العربية السعودية لا أسباب فمن هو الحصان الرابح البديل لعلي عبدالله الصالح من هو الحصان الذي اكتشفه الأمريكان بديل لعلي عبدالله الصالح في تحقيق الأجندة الأمريكية ليس هناك في الساحة اليمنية من هو أفضل من الحوثي الحوثي هذه الحركة المسلحة المقاتلة التي ترفع الشعار الموت لأمريكا ذرا للرماد على العيون طبعا هي الحصان الرابح لأمريكا البديل فيما بعد في حين أن الأمريكان هم الذين سمحوا لها بالتفشي يعني هم يرفعون الشعار الموت لأمريكا وأمريكا هي التي سمحت لهم بالتفشي كلمة التفشي هنا في محلها لأنه لا ينتشر بهذه السرعة إلا الوباء عندما كان الحوثيون يصرخون بالموت لأمريكا كان الأمريكان يفاوضون على إشراك الحوثي في مؤتمر الحوار الوطني وبنسبة مقاعد تساوي بعض الأحزاب سياسية مع أنهم جماعة مسلحة يعني وليسوا حزبا سياسيا وكان الأولاء أن لا يدخلوا حتى يضعوا السلاح لكن الأمريكان والبريطانيين أكحموهم في الوقت الذي كانوا فيه يصرخون بالموت لأمريكا كانت أمريكا تسهل لهم دخول عمران وصنعاء وتعمل بالمثل اليمن القائل سبحان من خلق الدعمما سفارة موجودة في صنعاء والناس المراكبين الوضع وتاركين الحوثي تصرف براحتها حتى ما قفلواش السفارات وكانه عرس كان موكب عروس داخل صنعاء وفي الوقت الذي ما زال فيه الحوثيون يصرخون بالموت لأمريكا ما زالت أمريكا حتى اليوم تمنع التضييق عليهم تماما وتحاورهم في الغرف المغلقة يمنع التحالف من بعض الممارسات اللي ممكن تضييق عليهم وتقصيهم تماما مع أنه المفروض الأمريكان يحاربون الجماعة الإسلامية المسلحة المفروض يعني والحوثيون جماعة إسلامية مسلحة بس الأمريكان فاهمين أنه لا إسلامية ولا غيره الأمريكان يعرفون أنه مجرد شعر للاستهلاك المحلي كما قال الحوثي محمد عبد السلام ذات يوم إذن ما قولت أن الثورات العربية كانت مؤامرة أمريكية هو كلام لا يكف على كدمين ولا يصطر عن مثقفين حقيقيين أو شخصيات تحترم نفسها لأن الذي يحترم نفسه لا يقبل أن يتجاهل كل هذه الشواهد والدلائل والقرائن ولا يقبل أن يستكثر على أمة أن تعبر عن غضبها بثورة شعبية إذا أهينت وأذلت يعني هذا يقول لك هذه ليست ثورة ولا كان ينبغي أن تقوم ثورة يعني وكأنه يفترض أن أمة هذه مجرد قطيع لا يثور الحرية وكرامة إذا انتهكت الشخص المحترم لا يتلعب بالحكائق ويتجاهل تضحيات الناس من أبناء أمته ما إحناش يعني قصر حتى نعجز عن إقامة الثورة الشعوب المحترمة إذا جرحت إذا أهينت إذا ضيق عليها تعبر عن رفضها وعن غضبها إحنا شعوب نعيش في الوطن العربي في مستوى أدنى من مستوى عيشة الكلاب في بعض الدول ومع ذلك يعني يستكثرون علينا أن نخرج في ثورة يقول لك ليش تخرج في ثورة خلي الأمور تجري كما هي يعني هذا منطق بعض المثقفين أحيانا المحسوبين على المثقفين وبعض النخاب السياسية هذه يعني هذه واحدة من مظاهر وكستنا الكبرى للأسف إذن ثورات الربيع العربي كانت ولادة طبيعية لجنين طبيعي ظل يتشكل في رحم المجتمع عقودا من الزمن الفساد المالي والإداري وهدر الثورات ثروات عفوا فساد التعليم مشروع التوريث تدهور الأمن والخدمات الضرورية احتقان الجنوب ملف الجنوب بسبب الظلم والفساد الذي مارسه النظام وملأه الأعلى حروب صعدة المسرحية التي فتكت بعشرات الآلاف من الجنود كل هذه كانت أسباب كافية للثورة والأمة التي لا تثور بعد توفر هذه الأسباب هي أمة ميتة وخصوم الربيع العربي للأسف يريدون أن يقولوا إن العرب أمة ميتة لا يمكن أن تشعر بكرامتها وحريتها وتثور على حكامها الفاسدين المستبدين نحن لا نمجد الثورة بالمناسبة نحن لا نمجد فعل الثورة الثورة في ذاتها ليست شيئا جيدا الثورة في ذاتها ليست عمل جيد وعظيم لأنها عمل عنيف ونحن لا نمجد الأعمال العنيفة عمل عنيف قد يتسبب في القوضة والخراب وسبك الدماء لبعض الوقت وذهاب الاستقرار والتنمية لكن هذه هي الضريبة التي تدفعها الشعوب من أجل الحصول على حقوقها إذا لم تتمكن من الحصول عليها بالطرق السلمية الطبيعية وهذه هي الضريبة التي تدفعها الأمم عندما تسكت طويلا عن الخطأ في بداياته ولا تصحح أخطاءها أولا بأول لو أن اليمنين أو المصريين منعوا علي عبدالله صالح ومنعوا غير من الإفساد في بداية أمره لم يحتاجوا إلى ثورة بعد ثلاثة عقد من حكمه علي صالح بعد أن تمكن واشتغنى وأصبح فساده مؤسسة حصينة الثورة هي مثل العملية الجراحية التي نضطر فيها إلى بتر عضو من أعضاء الجسم إذا كان المرض يهدد الجسم بالكامل يعني لو أن المريض عمل بمبدأ الوقاية وما سمحش للاستبداد يوصل للكرسية الحكم لو عمل بمبدأ الوقاية لما وقعه في المرض ولو أن عالج نفسه عند بداية ظهور المرض لا محتاج إلى بتر فلماذا نلوم الطبيب أو المريض إذا كرر يعني إجراء عملية جراحية نسميها الثورة إجراء عملية جراحية ونقول لا نرفض العملية الجراحية لأنها مؤلمة ولأنها تسفك الدماء وتبتر الأعضاء ما هذه طبيعة العمليات الجراحية لو تركنا هكذا بدوننا تركنا المجتمع هكذا كان المرض سيفتك بالمجتمع بالكامل في نهاية المطافة شد مما نحن فيه أعزائي المشاهدين سنذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا ابقوا معنا حماية المتظاهرين يجب أن تستمر من الغرفين ستأتي بعد قليل الإنسان حماية المتظاهرين سنذهب لفاصل قليل الإنسان 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 أهلا بكم الجديد خصوم الربيع العربي لا يغتصبون المنطق وحسب عندما يتحدثون عن هذا الربيع باحتقار وإهانة وإنما يسقطون المروء من حساباتهم أيضا عندما يلومون الضحية ويبرئون الجلاد عندما يقولون أن ربيعكم هذا هو الذي تسبب في كل هذا الخراب هذا فضلا عن جهلهم كامل الدسم بمفهوم الثورة وتاريخ الثورات يعني ليس من المروء أن تحمل شعوب الربيع العربي وقواه السياسية وقواه السياسية مسؤولية الخراب والحروب الأهلية التي تحدث الآن وأنت تعرف أن الثورة المضادة للربيع العربي هي سببها وأنت تعرف أن خذلانك للربيع ووقوفك بجانب النظام الفاسد المستبد هو الذي سببها أما ثوراتنا فقد انتهت يعني عند مؤتمر الحوار الوطني في اليمن أو عند انتخاب أول رئيس ديمقراطي في مصر منذ ثمانية ألف سنة يعني من أيام الملك الفرعوري بيومي ما نعرفش اللي قبله مصر لم تعرف الحكم الديمقراطي لأول مرة في تاريخها الطويلة تشوف رئيس ديمقراطي لما جاءت ثورة الربيع العربي رئيس من الشعب من الناس من المسطاع مدني يتخاطب معهم بلسانه مش بالبيادة العسكرية مثل ما بيسوي العسكري يعني احنا بالنسب لنا في اليمن ما بعد مؤتمر الحوار الوطني في اليمن وما بعد سكوط مرسي في مصر هو من أعمال الثورة المضادة وليس من أعمال الثورة حتى تلام الثورة المضادة هي التي ينبغي أن تلام هي التي حرض عليها وثورة المضادة التي حرض عليها قادة إسرائيل وقادتها أمريكا في السر ونفذتها أنظمة عربية موالية لإسرائيل في العلن وسبك أن كدمنا الأدلة وعرضنا الفيديوهات التي يصرح فيها كبار مسؤولية الحكومة الإسرائيلية وباحثيها الاستراتيجيين وهم يؤكدون تخوفهم من ربيع العرب وتأمرهم عليه كل هذا قدمناه من قبل ثورات الربيع العربي لم تستلم الحكم حتى تحاسب نحن بمقول هذا الكلام ونذكر فيه في كل عام لأنه ما زالت النغمة كائمة ما زال الاتهام كائم ونحن لابد أن ندفع التهمة عن أعظم ملحمة قدمها الإنسان العربي في تاريخ الحديث كما سندلل بعد قليل ومع ذلك فإن الفترات الانتقالية التي جاءت عكب الثورة كانت أفضل حالة من فترات الأنظمة الساقطة ومعندناش الوقت الآن لبيان هذه النقطة لكن بإمكانك أنت في اليمن أن تسأل أو بإمكانك إذا كنت مصري أن تسأل أي مصري مثلا ما أفضل فترة شعرت فيها بحريتك وكرمتك وانفتحت فيها أبواب الأمل أمامك أبواب الأمل والنجاح الشباب المصري لو سألتم عايقون لك فترة محمد مرسي الرئيس المنتخب ديمقراطيا يكفي فقط عن تراكب خريطة البرامج التلفزيونية وتشوف كيف كانت أيام مرسي وكيف أصبحت الآن فيين كانت الحرية وكيف الشباب كانوا حاضرين فيها والآمال مفتوحة والنجاحات والخطط والآفاق كلها مفتوحة وحتى عندنا في اليمن استطعت حكومة باسندو الضعيفة وفي ظل ظروف معادية جدا وصعبة جدا أن تفعل الكثير وظفت عشرات آلاف من اليمنيين في شهور معدودة كربت سبعين أو ستين ألف أو أكثر من ذلك وأوجدت تعزيزات مالية لهم ولغيرهم وحافظت على سعر صرف الدولار عند سكف محدد أظن 215 أو 40 لا أتذكر وشعر الناس معها بالأمان الأمان من جبروت المتنفذين فشايق وضباط وغيرهم وانفتحت أبواب الأمل أمام الشباب على مصراعيها لدى الشباب ذهبوا يرسمون البشاريع يخططون للمستقبل ويفكرون في بعضهم اللي في الغرب في الخارج يفكرون بالعودة إلى أرض الوطن لاستثمار أموالهم وبناء وطنهم ويفكروا في مشاريع كبيرة حدائق على مدارس خاصة على مستشفيات على مشاريع واستثمارات من كل نوع هذا كله بدأ الشباب يفكر فيه في الفترة الانتقالية قبل أن تأتي جائحة الحوثي هذا وعد يعني نصف وزراء حكومة باسندوان من أتباع صالح وكل مسؤول فيها في الحكومة من منصب وكيل وزارة وما دونها كان من أتباع نظام صالح إلى تلك اللحظة وفي ظل كل الأساليب العفاشية في عرقلة مسيرة الحكومة إلا أنها كانت أكثر سوية من نظام المخلوق يعني الثورة قدمت أركى نماذج التضحية والإدارة والتعاون والإبداع وغيرها من المظاهر المضيئة التي كان النظام يكتم على أنفاس الناس فيها راجعوا قصص الشباب في ساحات الثورة شوفوا كمية الإبداع التي حضرت شوفوا كمية التفاني والإخلاص والإيثار والمحبة للبعض وتجاوز الصغائر والقدرة على التسامح شوفوا عبقرية الإنسان اليمني كيف ظهرت في الساحات الثورة تسأل نفسك أين كان هذا كله أين كانت هذه الإبداعات أين كانت مظاهر العبقرية هذه كلها مكتومة كاتمها الاستبداد كاتمها البياد العسكرية كاتمها الأمي الذي كان يحكمنا هو ومن معه هذا هو ما قدمناه وهذا هو الذي غاب بعد أن جاءت الجائحة الحوثية في 2014 لأن خصوماً للربع العربي يتحدثون بقلوبهم لا بعقولهم بتحيزاتهم بأحقادهم لا بعقولهم ومنطقهم لأنهم كذلك فإنهم يقعون في الكثير من التناقضات تراهم مثلاً يطبقون مبدأ السببية في مقام ويتجاهلونه في مقام آخر يقولون لك مثلاً ثوراتكم هذه سببت الخراب والحروب ولم تأتي للناس بخير وينسى أن مبدأ السببية يحتم عليه أن يرجع قليلاً إلى الوراء ويتساءل وما سبب الثورة نفسها؟ إذا كانت الثورة السبب لما بعدها طيب ما سبب الثورة نفسها؟ لا مبدأ السببية عندهم يعمل فقط من عند الثورة ومطلع قانون السببية عندهم يبدأ العمل من الثورة فقط وإذا اضطروا أحياناً لذكر أسباب الثورة يقول لك إنها مؤامرة أمريكية ويظنون أنهم بهذا قد أراحوا ضمائرهم ضمائرهم المرهكة من المغالطة يعني قد يقول كائل لماذا ما زلتم تدافعون أو تشهيدون بالثورة وتحتفلون بذكرها حتى الآن مع أنها فشلت وهذا سؤال وجيه لكن أول مشكلة في هذا السؤال تواجه هنا هي افتراضها المسبك بفشل الثورة لماذا افتراضت أن الثورة فشلت؟ من قال أن الربيع العربي كدفشل؟ صحيحة الربيع العربي تعثر الربيع العربي لا بيحقق كامل أهدافها ولم يأتي حتى الآن بالدولة المدنية التي بشر بها إلا أن الحكم بفشل الثورة السابق لعوانا سابق لعوانا لماذا؟ لأنه أولا تاريخ الثورات في العالم تحديدا الثورات الأوروبية يخبرنا بأن الثورة قد لا تؤتي ثمارها إلا بعد عقود كل ثورات أوروبا في القرن التاسع عشر البلادي فشلت كما يقول المؤرخ البريطاني إيريك هوبز باون في كتابه عصر الثورة يقول كل الثورات التي نشأت في أوروبا في القرن التاسع عشر فشلت ولم تؤتي أكلها إلا بعد ثلاثة عقود تقريبا أما الثورة الفرنسية فهي حكاية الوحدة يعني هذه الثورة لم تستكر إلا بعد قرابة خمسين عام ظلت هي والملكية والامبراطورية في حالة ذهاب وإياب ثورة وثورة مضادة جمهورية تعقبها ملكية ثم جمهورية ثم إلى آخر لم تستكر إلا في الجمهورية الثالثة تقريبا وبالمناسبة مصطلح الربيع العربي هذا اللي احنا بنستخدمها الآن استعير من هذه الثورات كان يطلق على الثورات القرن التاسع عشر في أوروبا ربيع الشعوب الأوروبية ربيع الشعوب الأوروبية هذا كله رد على من يقول بأن ثورات الربيع العربي كتفشلت وهو طبعا اللي بيقول هذا الكلام لا يرى التحولات العميقة في البنية العميقة من المجتمع والثقافة التي تحدث الآن تحولات عميقة تحدث الآن على المستويات النفسية والثقافية والاجتماعية والتي تعد في حد ذاتها شكلا من أشكال الثورة هي تحولات قاسية لكنها ستثمر بما بعد عندما تبلغ ذروتها سيكون كل ما نعرفها الآن كالتغير يعني العجلة تحركت على كافة المستويات ولن تتوقف إلا في نهاية المسار يعني تقريبا بعد عقد من الآن أو أكثر قليلا سنكتشف أن ثقافتنا قد تغيرت كثيرا ثقافتنا العربية التي فيها عناصر كثيرة سلبية وأننا صرنا أكثر بصيرة بما حولنا وأكدر على صناعة المستقبل وفقا للشروط الموضوعية لا وفقا للشروط المثالية الرومانسية التي كنا نتبنها من قبل وأسقطتها الأحداث العرب اليوم صاروا يعرفون أعداءهم الحقيقيين أفضل منذ قبل أعداء النهوض والتغيير والحرية والكرامة صاروا يعرفون أدواتهم ومخططاتهم ويعرفون نقاط ضعف ضعفهم ونقاط قوتهم يعني العرب أنفسهم باختصار العرب اليوم صاروا أكثر تأهيلا بعد ثورات الربيع العربي لدخول المستقبل هذه التحولات غير منظورة الناس العاديين أو حتى المثقفين يعني لا يستطيعون تأملها ما يجري في البنى العميكة النفسية والثقافية والاجتماعية صحيح أنه قاسي لكنه سينقلنا من مرحلة من المرحلة الرومانسيكية إلى المرحلة الواقعية ولا مشكلة إذا تعثرنا بالحوث اليوم أو تعثرنا بالسيسي الذي يتعثر سينهر وسيواصل السير وحجر العثرة هؤلاء حجار العثرة سيزولون إلى الأبد لكن لماذا يحكم البعض على الربيع بالفشل؟ لماذا؟ طبعا لأنهم يعتقدون أن الثورة خط تصاعدي لا تعرج فيه هم كانوا هكذا يعتقدون أن الثورة عبارة عن صاروخ ينطلق من أدنى إلى أعلى لازم يستمر في الثبات إلى الأعلى لا يمكن شيء ينحني ويسقط وهذا طبعا مجرد وه الثورات كما دل التاريخ تمشي في خط متعرج يعني مثل الراكصة إذا كانت تمشي الثورات ترتفع تسقط حينا ثم تعود وهكذا وإحنا اليمنين ما زلنا في ثورة من عام 62 لليوم نحن مثل الثورة الفرنسية صرع مع الملكية استمر عشر سنوات في البداية أو سبع سنوات وبعدين ضلت الملكية تتوغل هنا وهناك وتتسرب إلى الحمض النووي إلى الخلايا الاجتماعية والثقافية وخلايا الدولة واليوم نحن في صراع جديد معها بشكل رسمي وواضح يعني الثورة اليمنية نفسها ما زلت في حالة استمرارية الثورة القديمة الثورة الأم فمن الطبيعي ومن العجلة أن نقول أن الربيع اليمن قد فشل أما لماذا نحتفل بالربيع العربي فالجواب بسيط وحاسب لا يوجد لدى العرب المعاصرين في عصرهم الحديث إنجاز واحد يستحق الفخر سوى هذه الثورات خذوها مني هكذا ما الذي أضافه العرب للعالم منذ مئة عنم منذ مئة سنة يعني منذ أن خرجوا من عصر الظلمات إلى العصر الحديث ما الذي كدموه للعالم بماذا أسهموا في مجالات العلم والمعرفة والتمدن والحقوق والحريات هل قدموا شيء للعالم سوى النفط والتطرف تقريبا لا شيء لقد كانت شعوب العالم تنظر إلى الوطن العربي خلال القرن الماضي هذا باعتباره دار للعجزة الوطن العربي دار العجزة كان هكذا الناس ينظرون إلينا حتى جاء الربيع العربي وأذهل العالم بقدرة الشباب العربي على صناعة ثورات هي أرقى من ثوراتهم التاريخية أرقى من الثورات الأوروبية نفسها نعم الربيع العربي وأنا مسؤول عن هذا الكلام أرقى من كل ثورات أوروبا في القرون الماضية سواء من حيث حجم المشاركة الشعبية أو من حيث الظروف المعقدة التي واجهت الثورة أو من حيث الكلفة التي دفعها الثوار أو من حيث الطريقة التي سلكها الثوار في التعبير عن أنفسهم كل هذا كانت الثورات العربية أرقى من ثورات أوروبا من حيث حجم المشاركة الشعبية كان الثوار الأوروبيون في الثورات الكبرى لا تزيد نسبة المشاركة عن 1% من عدد السكان ولم يكسر هذه القاعدة فيما بعد سوى الثورة الإيرانية التي بلغ عدد المشاركين فيها كربت يعني 7% من عدد السكان الإيرانيين أما ثورة اليمن وثورة مصر وغيرها فقد تجاوزت 7% قليلا مع أن معظم السكان في هذه البلاد من الأميين وأشباه الأميين ومع ذلك كانت نسبة المشاركة عالية جدا هذه لها دلالتها من حيث الظروف المعقدة التي أحدث بالثورة تبدو ظروف الربيع العربي أكثر تعقيدا وممانعا للثورة من ظروف الثورات الأوروبية يعني على الأكل لم يكن هناك أمريكا وروسيا تتآمران على ثورات الربيع الأوروبي يعني لم يكن هناك أيضا نفط يمول الثورة المضادة حتى تنجح أما من حيث الكلفة فإن عدد الضحايا وحجم الدمار في الأملاك العامة والخاصة لثورات الربيع العربي لا يكاد يذكر لا يكاد يذكر بجوار ما نعرفه عن الثورات الأوروبية طبعا باستثناء الذي يحدث في سوريا بسبب ضخامة المؤامرة والتعقيدات التي على الشعب السوري وأخيرا فإن طريقة العرب في احتجاجاتهم السلمية كانت دليل واضح على أننا شعوب متمدنة لو تركت لنا الفرصة كان مظهر آخر من مظاهر الرقي وكصص المدنية في الثورات العربية لا حصر لها كصص التي تدل على توجه المدني والنزع المدنية لدى العرب يعني أكلها مظاهرات لم تكسر فيها شجرة ولم تحرك فيها مؤسسة بل كان الثوار أنفسهم يقومون أحيانا بحماية المؤسسات العامة حتى لا تتعرض للنهب أو الساركة إذا تركتها الشرطة أين هذا مما فعله لعاكباً مثلاً في الثورة الفرنسية مجازر قتلت الكريب والبعيد وأين هذا مما فعله البلاشفة في الثورة الروسية وأي شيء يمكن أن يفخر به العربي إذا لم يكن هذه الملحمة التي صنعها العرب المعاصرون بعد أن كان العالم يعتقد أنه مجرد بهائم لا تشعر بحريتها إذا صدرت ولا بكرامتها إذا انتركت الثورات العربية الثورات في ذاتها ليست جيدة في ذاتها نعم الثورات في ذاتها كما قلنا من قبل ليست جيدة لكنها عظيمة بدلالاتها حتى لو لم تحقق أهدافها يعني مش شرط الثورة العظيمة أن تحقق أهدافها الثورة العظيمة لها دلالات مشاركة الشعب نفسه وإذا كان البعض يجهل هذه المعاني فالجهل ليس حج على أحد وأمريكا مع إسرائيل مع أنظمة الفساد والاستبداد لم يتآمروا على هذا الربيع إلا لأنه كان عظيما ومخيفا من منظورهم لو لم يكن هذا الربيع عظيما ما تآمروا عليه أظن الأمور واضحة مرة أخرى الربيع العربي لم يكن مؤامرة أمريكية لأن أمريكا لم تكن بحاجة إلى التآمر على الأنظمة التي تتعاون معها وليس هناك معنى لأن تختار أمريكا تونس مثلا لإطلاق شرارة الثورة العربية يعني أمريكا عايزة تتآمر على الأنظمة العربية تبدأ من تونس ليش؟ كل ما في الأمر أن لدى الأمريكان وإسرائيل مخططات جاهزة للتعامل مع أي مستجدات في المنطقة أي سيناريوهات عندها مخططات جاهزة موجودة في الأدراج لما قامت ثورات الربيع العربي ووجدوا المنطقة في حالة ولادة أخرجوا مخططاتهم من الأدراج وذهبوا يعملون على توجيه هذه الثورات وإسقاطها وتوجيهها إلى حرب أهلية ووجدوا فرصة سانحة لتنفيذ مخططهم الكديم في إعادة طياغة الشرق الأوسط بما يخدم إسرائيل ويهدم البيت العربي والثورة اليمنية لم تفشل لم تفشل كما يقول البعض لأنها كبلت بانضمام بعض قادة النظام ورجاله إليها هذه واحدة من الشبوات يقول هي لم تفشل لأنها استعانت بهؤلاء أو انضم إليها هؤلاء لأن كل الثورات تفعل ذلك بما فيها ثورة 26 سبتمبر نفسها السلال هذا أشكا عبدالله السلال كائد ثورة 26 سبتمبر كان كائدا للحرس الملكي كبلها بأيام كان كائد الحرس الإمام والثورة لا تستطيع أن تهدم النظام إلا بإحداث شرخ في جدار النظام وهذا ما حدث في ثورة فبراير أنت كيف تهزم نظام كيف تسقط نظام إذا لم تحدث فيه الشرخ وجعلت جزء مني ينضم إليك ويتعاطف معك ثورة فبراير شرخت هذا النظام وجعلته آيلا للسقوط ولم يكن في مقدورها أن تواجه يعني كل التحديات المحلية والإقليمية والدولية بمفردها لكن هي كانت بمثابة ضربة فولاذية هزت جدران النظام السياسي والكواه الاجتماعية وتركت هذه البناتة تداعيا حرا كما يقولون وما زال هذا التداعي جاري إلى الآن بفضل الثورة المضادة أخيرا هل كان لدى خصوم الربيع العربي حل بديل عن الثورة والإصلاح يعني حل بديل عن الثورة لإصلاح الأمور طبعا ما فيش هم يعرفون ذلك ونحن نعرف ذلك لا يوجد لا يعقل أن يكون البديل مثلا هو الصبر على النظام يقولون لنا اصبروا على النظام حتى يستيقف ضميرة أو حتى يستكمل بناء حصونة ويصبح من العسير علينا إزاحة كان علي عبدالله صالح يعمل ليل نهار على بناء مشروعه الخاص تحصين هذا المشروع وإزاحة القوى التي تهدده سواء كانت قوى عسكرية أو اجتماعية أو حزبية كل ذلك واليمن يهوي بثبات إلى الأسفل لو نصبر على شيء بيتقدم بيتحسن ببطء ما عندنا مشكلة لكن نصبر على نظام اليمن تسقط في عهده بشكل ثابت هذا خطير كنا سنفيك بعد عقد من الزمان وقد أصبحنا في القاع عد عقدين وقد أصبحنا أشبه بدولة أفريقية فاشلة لا تعليم لا صحة لا اقتصاد لا كرامة لا حرية لا أمن وحينها لم لم نكن لنستطيع أن نفعل شيء لا ثورة ولا غيره لأنه كان أصبح محصا تماما كان سيصبح محصا تماما لم يعد كان لدينا جيش وطني ممكن نقاوم أو ينضم إلى الثورة حتى نواجه به ولم يكن كان سيصفي كل القوى الاجتماعية وكل القوى السياسية وحلى اللي بقى حينها سيتركه الأمريكان سيتركه العالم يصنع فينا ما يشاء كما فعل مع كما ترك بشار يفعل بالسوريين وكما ترك السيسي يفعل بالمصريين في رابعة وغيرها وكما ترك الحوثي يفعل فينا اليوم ليش الحوثي ببرطاء لأنه خلاص ما عدت فيش كوة أمام توقفه وتوقف زحفه هذا المصير كان سيكون هو المصير الطبيعي بعد مجيء علي عبدالله الصالح بعد استكمال علي عبدالله الصالح المشروع إذا لم تكن الثورة في تلك اللحظة أظن أن الحلقة قد انتهت عند هذا الحد أرجو أن نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة